حبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وخلونا نتكلم على الفقرة اللي نوهنا عنها في البداية الخاصة بتقرير البنك الدولي اللي رفع في توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمعدلات بتتجاوز ما قبل جائحة كورونا وده رغم التحديات والأزمات اللي بتواجه الاقتصاد في العالم ككل خلونا نعرف تفاصيل أكتر وإزاي الإصلاحات الاقتصادية اللي حققتها مصر واللي عكفت عليها في 2016 الدولة قدرت أن هي تتعامل بمرونة مع الأزمات دي وتحقق معدلات نمو إيجابية ده كله هنعرفه من خلال الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي وعضو الجماعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع اللي مشرفنا فيه الأستوديو صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا صباح خير السلام علينا وسهيد جدا بجودي معكم منوان يا دكتور أهلا وسهلا بيك دكتور عاوز أعرف قراءتك المبدئية للتقرير إيه نقاط القوة والضعف اللي قرأتها في هذا التقرير خلينا في البداية نقول أن البحث عن المستقبل وتوقعات المستقبل هي أمر بيشغل الكثيرين بيشغلنا احنا على المستوى الشخصي الناس كتير الباب بتاع الأبراج واللي هيصل في المستقبل ذلك يشغلنا فبطبيعة الحل أيضا المستثمرين ومؤسسات التمويل في العالم بيشغلها إلى أين سيذهب الاقتصاد أين سيذهب الاقتصاد الدولي وأين ستذهب اقتصادات كل دولة حتى يتم اتخاذ الكرارات الاقتصادية والكرارات الاستثمارية على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي في إطار التوقعات كل مؤسسة بيكون لها إطار معين لتوقعاتها البنك الدولي وهو مؤسسة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم بتصدر تقرير اسمه تقرير أفاق بيرصد أفاق الاقتصاد العالمي بصورة دولية كل ثلاثة أشهر بيتوقع فيه بيدرس الواقع الموجود وبيتوقع ماذا سيحدث في المستقبل هذا التقرير لا يرتبط بمصر وحدها ولكنه يرتبط بالعالم بالكامل أنا بشوف أن التاريخ ده التقرير ده لا يرتبط بميول أو أهوال أي ميول بقى لأن البنك الدولي هيميل لمين البنك الدولي عنده أعضاء على قدم المساواة هو عنده رسالة لمكافحة الفقر وتحسين معيشة البسطاء وما يقدرش يضل الكينات اللي بتصق فيه لأن لما بيقول أن في معدل نمو في مكان لما بيقول أن في استقرار في مكان ده بيترتب عليه أن هناك كينات استثمارية كبيرة في العالم بتاخد قرارات أنها تدخل أسواق معينة وبتفضل أسواق عن أسواق صحيح ولكن الأمر مع هذه المصداقية الأمر بيكون متغير لأن تقرير أفاق بيصدر كل ثلاثة أشهر الاقتصاد متغير جدا لأن إحنا لو كنا عملنا اللقاء ده يوم 20 فبراير الماضي قبل حرب الأوكرانية غير لما هنعمله بعد يوم 24 فبراير 24 فبراير كان علامة فواراتها الأزمة فرقت جدا فرقت كتير فالتوقعات علشان كده التقرير دوري كل ثلاثة أشهر بيشوف المتغيرات اللي موجودة علشان يعدل من توقعاته ده اللي حصل اللي حصل معنا في تقرير أفاق ما يخص مصر أن توقعت للعام المالي الجاري أن احنا نحقق بدأت معنا من 4.5% في التقرير بعد كده التقرير اللاحق رفعت الـ 4.5% خلتها 5% بعد كده رفعت الـ 5.5% النهاردة بيرفع البنك الدولي توقعاته الاقتصاد المصري لأنه ينهي العام المالي الجاري إلى 6.1% لأنه هو شايف أن رغم التحديات الكبيرة العالمية ورغم الصعوبات العالمية أن الاقتصاد المصري نجح بصورة كبيرة جدا في تحقيق على أرض الواقع تحقيق معدل نمو فعلي على أرض الواقع 9% في النصف المالي في النصف الأول من العام المالي الجاري يعني أنا بعتبر أن هذا كان خيال لم يكن يتوقع البنك ولا إحنا في مصر لا تلحك ولا القائمين على الأمور أنه رغم هذه التحديات كلها هيحصل هذه التفرق حققنا معدل نمو 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري ده معناه أنه لما حصل المشكلة في 24 فبراير وابتدت الاقتصاد العالمي يحصل فيه مشاكل كبيرة جدا وتضخم كبير ومشاكل كبيرة ابتدت تأثر علينا بعتبرنا أننا أحد أعضاء المجتمع الدولي طبعا ده بيجعلنا أننا بنوازن 9% مع التراجع اللي حصل فيه النصف الثاني اللي بنعيشه دلوقتي من العام المالي الجاري هيكون فيه معادلة لأن نصل إلى مستوى 6.1 من 10% بس دكتور أنا عايزة أقول حاجة من الملاحظ أننا بنحقق معدلات نمو مع أن العالم قد يكون بيتوقف عن تحقيق معدلات نمو وإن لم يكن هناك تراجع ده ناتج عن إيه أو إيه اللي بخلينا قادرين نقول أننا وقفين ووقفين على الأرض الصلبة الحمد لله ونقول للناس إحنا منخنا يعني تمام وتعالوا واستثمروا عندنا خليني كمان أكد على حضرتك أننا اللي بيلفت نظري جدا قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق السريع لأن أنا لما بقارن فترة الاضطرابات السياسية في مصر بعد يناير 2011 وعادنا كان هناك توقف ومعدلات نمو نحو 2% وقالي من 2% علشان نبدأ نغير الدفة ونبدأ نطلع في نمو تدريجي كان هناك برنامج إصلاح اقتصادي خشن 2016-2019 وابتدنا نرفع بقى من 2 3-3.5-4 لحد ما وصلنا قبل جئاحة كورونا إلى 5 أو 6 من 10% وكنا بنتوقع لو لم تأتي الجئاحة كنا نوصل إلى 5 أو 8 من 10% فوصلنا بصعوبة جدا لأن كان عندنا برنامج إصلاح اقتصادي مهم أسس للاقتصاد ولكن أنا لما بشوف توقف كورونا لما توقفنا وتراجع الاقتصاد في العالم بالكامل إذا حالة التوقف فضلنا سنتين قاعدين في البيوت ما فيش نشاط اقتصادي تراجعت معه المؤشرات أيامها مصر حققت معدلات نمو أكتر من 3.5% لكن الأهم بالنسبة لي أننا كنا جاهزين للانطلاق أن بمجرد ما بدأت التعافي حققنا 9% في 6 شهور بسرعة إذن فأنا النهاردة صحيح أنا في أزمة وصحيح أني متأثر بالاقتصاد العالمي إلا أن القدرات الكاملة اللي موجودة في الاقتصاد المصري بتجعله جاهز لأنه يعني ينفذ من أنصاف الفرص بأنه يحقق معدلات نمو قياسية تتجاوز التوقعات اللي وردت فيه تقرير أفاق من البنك الدول طيب دكتور وليد أنا بكون سعيد في الفقرة اللي حضرتك بيكون موجود فيها لأن لغة حضرتك دايما هي لغة بتميل إلى البساطة أكتر من الأسلوب النخبوي زي ما بيقول عاوزين نفسر ده ببساطة لأهلنا اللي بيسمعونا دلوقتي في القرى وفي الريف المصري يعني ارتفاع معدل نمو ده ينعكس عليه معلش هو يهمه دلوقتي أكل العيش يهمه دلوقتي عاوز يعرف ده يعود عليه إيه بفرص عمل بإنخفاض بطالة بجذب رؤوس أموال أو استثمارات خارجية هتؤدي ليه حالة انتعاش داخلي تأثر على الأسعار وإنخفاض الأسعار إلى حد ما فده كله عاوزين بقى نقول المعدلات النمو اللي احنا بنتكلم فيها ستة واحد دي أو ستة بوينت واحد إزاي هتنعكس على حالة الانتعاش في الاقتصاد المصري داخلي خلينا ببساطة نقول أن معدلات النمو هو معدل الزيادة في ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات معدل النمو أنا في الأسرة هو معدل النمو الدخل اللي بيجيلي أنا في بيتي فإذا كان بالنسبة لبيتي معدل النمو ده شيء كويس فبالنسبة للاقتصاد أيضا معدل النمو كلما زاد إنتاج السلع والخدمات كلما تحسنت الأمور لكن علشان نبدأ نحس بمعدل النمو خليني أؤكد على مسلمة معينة إن لازم علشان النمو يتوزع على عدد السكان يتم ضبط عدد السكان حتى لا يكون سعداء جدا بمعدل نمو كبير لما نيجي نوزعه حسابيا على عدد سكان أكبر الناس مش هتحس بحاجة فأنا عندي كفتين معدل نمو الإراد معدل نمو الناتج وتراجع معدل نمو التوزيع أنا عايز العدد اللي بوزع عليها معدل زيادتهم يكون أقل من معدل النمو ولابد لكي يشعر المواطن بذلك لابد أن يستمر هذا النمو لفترات يعني أنا لما بشوف التجربة الصينية تجربة الصينية حقاية معدل نمو مستدام لنحو خمسين عاما أنا طبعا مش معنى كده أن أنا بقولها نستنى خمسين سنة علشان نشعر لا الشعور بيتم بصورة تدريجية ولكنه لا يكون عادلة قال لبالك أن السيد الرئيس حلمه لنا أكبر من حلمنا إحنا كأشخاص وحلمه للمصر أكبر مننا كلنا إحنا ما كناش نحلم بمشروع زي مشروع حياة كريمة إحنا ما كناش بنحلم بالكثير من المشروعات اللي موجودة لدرجة أن إحنا النهاردة بنقول إيه الشغل اللي موجود ده الشغل كتير جدا بعد ما كنا بنشتك إن ما فيش شغل في البلد ولكن المؤكد شغل في قطاعات يعني إن برضو عاوزين نشغل في قطاعات معينة ولا في كل القطاعات لا أستشغل في قطاع على طول بينعكس في القطاع الآخر لأن لما حضرتك بتشتغل في قطاع البنية التحتية والمدن الجديدة والإسكان والإسكان العاملين بيحصلوا على رواتب بينفقوها لدى البقال والجزار وبينعكس على حياتهم فالمسألة هي منظومة متكملة لكن أنا اللي عايز أكده إن كون إن هناك إراد إحنا مبدئيا نفرح إن إحنا نحاول نحاول معدل نمو علشان يكون عندنا إراد أكبر بعد كده نبدأ نتكلم في التوزيع هل التوزيع بيتم بصورة عادلة أم لا يتم بصورة عادلة إحنا شفنا مخططات الدولة في زيادة 400 ألف أسرة في تكافل وقرامة شفنا حزمة الإجراءات اللي بتحاول تحسن من رواتب الموظفين ورفع الأعباء الدوليبية أنا مش بقول إن ده منتهى الأحلام ولكن في الظروف يعني لما بنيجي نقيم اقتصاد أنا طبعا في نصف المالي الأول ومحققين 9% كنت ببقى فرحان مع حضرتك إن إحنا محققين 9% النهاردة أنا ببقى فرحان مع حضرتك إن إحنا ننهي العام المالي بـ 6-1 من 10% شوف الفرق لكن أنا بتكلم إن إحنا محققين 6-1 من 10% رغم الظروف الصعبة العالمية اللي بتأثر فكرة إن بيتغير معيار النجاح على حسب الظرف الاقتصاد طب خليني أخذ من كلام حضرتك دكتور ونقول إحنا عندنا مستهدفات للتنمية الدولة بتستهدفها في الفترة القادمة إحنا الفترة اللي فاتت ولله الحمد كان عندنا خطوات سبتة مشى بيها الدولة المصرية أقدر أقول إن إحنا الفترة القادمة هنمشي إزاي كدولة مصرية نحو مستهدفات التنمية علشان نقدر نحقق المزيد والمزيد بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بإصلاح مالية الدولة بإجراءات نقدية ومالية ونجحنا فيها ولم يتبقى منها إلا القليل نجحت المشروعات القومية في تهيئة البنية التحتية وتهيئة بيئة الاستثمار بصورة حقيقية نجحت البنية التشريعية في جذب الاستثمارات نجحنا حتى نوفمبر 2019 في تحقيق مستهدفاتنا بنسبة 100% كم من المفترض أن بعد نوفمبر 2019 نبدأ 2020 بعام الصناعة وإعادة هيكلة القطاع الصناعي والزراعي ولكن عام 2020 أتت كورونا فما كانش ينفع أن فيه مستثمر يفتح مصنع جديد أو يفتح نشاط جديد في مرحلة توقف فضلنا فيها حوالي سنتين أصلاً اللي كان فتح وقف اللي كان فتح وقف فدياً الرياح لم تأتي بما تشتح السفن في هذه الفترة بعد سنتين من التوقف هذا الاقتصاد بعد أن امتلق أدوات قوته بدأ امتلق بدرجة 9% بنسبة 9% لكن قتلت تدعاية كورونا حدد هل ده معناه أننا بنتوقف في الدولة المصرية بتقوم بإجراءات استباقية بتحاول من خلالها سد الفجوة التمويلية اللي بتساعدها على أنها تكمل مستهدفاتها عندنا 20-30 هي الهدف مشروعات محددة، خطط محددة، إجراءات محددة هي الفكرة أننا من المهم أننا نطبق مستهدفات 20-30 نحن كنا سابقنا على فكرة في تحقيق مستهدفاتنا لكن الأهم بالنسبة لي أن هذه الإجراءات ربما ملف يسبق ملف ربما شيء يسبق شيء ولكن القمة لابد أن نصل إلى 20-30 محققين الخطة العامة بتاعتنا اللي عايز أأكده إحنا بنتكلم على التارير أن إذا كان تارير البنك الدولي بيتحدث عن 6-1 من 10 معدل نمو خلال العام المالي الجاري ثم بينزل إلى أقل من 5% خلال العامين الماليين القادمين إلا أن بأكد لكم هنا معي وسجلوه علي وإن شاء الله بأضيف معاكم في حلقات قبل كده إحنا هنحقق أكتر من كده لأن البنك الدولي بيتعامل مع الأمور اليقينية يعني هو في تقريره بيقول بدافع من نمو قطاع الغاز لكن أنا شايف أن الاقتصاد المصري فيه قطاع تتحقق معدلات نمو ربما هم مش عندهم يقين لأنه لا يضح في التقرير إلا الجانب اليقيني لكن أنا عندي قطاع زي قطاع السياحة المصرية بعد المنتجات الإضافية اللي موجودة فيه المتحف الميوات الملكية المتحف الحضارة طريق الكباش لما نفتح المتحف المصري الكبير ومع البحث عن أسواق سياحية جديدة هذا القطاع سيكون له نتائج باهرة خلال الفترة القادمة وحتى لو تأثرنا مع تراجع السياحة الروسية الأوكرانية هيكون فيه أسواق كتير في العالم نقدر تدخل عندنا عندنا قطاع الاتصالات قطاع واحد جدا قطاع الصناعة وقطاع الزراعة مع تمكين نحن نرحل النقطة دي تحديدا لو نتكلم على قطاع الزراعة والصناعة يمكن متن التقرير زي ما حالك ذكرت أشهر لفكرة أن قطاع من القطاعات اللي كانت وعيدة جدا في مصر وهو قطاع الغاز اللي يعني يمكن نوه كده من بعيد اللي هو كان المنقذ للاقتصاد المصري ويخلها يتعافى بسرعة بعد تحقيق الاكتفاية الذاتي في 2018 ومن ثم التصدير لي الدول الخارجية قطاع الزراعة يمكن في آخر عرض في مستقبل مصر تحديدا كان فيه كلام لوزير التموين أن احنا عندنا بعض السلع الغذائية اللي قدرنا أن احنا نحقق منها اكتفاية ذاتي على سبيل المثال بنتكلم على السكر بنتكلم على الرز وغيرها من السلع الاستراتيجية هل دي ممكن تعد بمثابة أيضا سلع أو قيمة مضافة تضاف لي الاستراتيجية المصرية 2030 نقدر نحقق منها المستهدف لا هي موجودة في الاستراتيجية بس أنا عندي أستاذ أحمد قطاعات سقيلة ما كانش ينفع نبدأ بيها مشروع التنمية بتاعنا أنا كنت لازم أبدأ بقطاعات خفيفة قطاع الغاز قطاع السياحة قطاع الاتصالات تحقق لي معدل نمو تكون بمثابة قطرة للتنمية إنما قطاعات الصناعة والزراعة دي قطاعات سقيلة جدا علشان كده كان لازم الأول يكون عندي مالية مالية دولة قوية تدعمها ما قدرش أتكلم عن الصناعة من غير ما يكون عندي طاقة طاقة وطرق ومواد الكطاع الزراعة أيضا عندنا فيه توسعين توسع أفقي وتوسع رأسي توسع أفقي متعلق به الدلتا الجديدة المشروع طوشكة الربعمائة ألف فدان في سينة النقاط كثيرة متعلقة بالتوسع الأفقي ولدينا أيضا توسع رأسي متعلق بزيادة إنتاجية الفدان وده حصل عليها شغل لا أنا مش بقول إن احنا وصلنا لأحلامنا أبدا لا هذه الكطاعات ربما تدررت من توقفات كورونا إلا إن الدولة مصممة إن هي تدفع بهذه الكطاعات لتحقق المعدلات النمو المطلوبة منها وده بين من العرض رئيس مجلس الوزراء بتحفيز الكطاع الخاص في الدخول في صناعات محددة تم عرض قائمة محددة من المنتجات والسلع اللي احنا بنستوردها من الخارج بنشجع وبنقدم حوافز علشان المستثمرين تشتغل عليها وفي نفس الوقت هناك سلع جهزة للتصدير وصناعات جهزة للتصدير هنشتغل عليها الكطاع الزراعي النهاردة مشروع طبطين الترع هيكون له دور مع تطوير الرأي في الدخل المصري إجراءات دب خليني أخذ من كلام حضرتك دكتور ونقول إن إحنا دلوقتي ماذا ينقصنا لجذب المزيد من الاستثمار إحنا عندنا الاستثمار ما شاء الله الأجنبي موجود وإحنا يعني أعتقد إن إحنا وفرنا كل ما يطلبه مننا المستثفر المناخ الآمن موجود الاستقرار موجود طرق موجود طاقة موجود أيدي عاملة موجود موانئ موجود أيدي عاملة كل اللوجستيكس زي ما أحمد بيقول موانئ وطرق كل ده موجود أقدر أقول تعالوا بسرعة واستثمروا عندنا إزاي أسرع وأقدر أكتذب رؤوس أموال أكبر خليني أفرق ما بين ثلاث مستوات من الاستثمار المستوى الكبير اللي هو بيبقى الخاص بالشراكة مع الدولة وأتصور أن كل الشركات اللي موجودة في العالم تتمنى الشراكة مع الدولة المصرية احنا لسه شايفين العقد الكبير بتاع الكطار السريع خطة السكة الحديدية السريعة الجديدة مع شركة كبرى ألمانية لو لم تكن تلك الشركة تصق في قدرات الاقتصاد المصري على ذلك ما قامت بتوقيع مثل هذا العقد وده شهادت سكة كبيرة جدا ما عادش من فرق كان فيه قبله توقيع بروتوكولات تانية بروتوكولات لكنه مكمل في الأزمة هو بيمضي في ظروف اقتصادية عالمية ولا أسوأ لكنه عارف أنه هو دخل اقتصاد كبير وقادر ننزل بقى بعد كده على مستوى أقل مستوى متعلق بالشراكات الكبرى ما بين رجال العمال الكبار ده أتصور أن اللقاءات الحكومية اللي بتتم من خلال رئيس مجلس الوزراء أو محافظة البنك المركزي أو غيرهم يمكن الحديث معهم للوصول إلى يعني تزليل أكبر قدر من العقابات اللي من الممكن أن تواجههم علشان ينجحوا لكن المستوى لا يعني ده اللي بيهمني لأن المستوى قعدة المستثمرين عندنا مشكلة أن عدد رواد الأعمال مصريين قليلين سيامة في القطاع الصناعي صناعة رائد أعمال صناعي ده شيء في منطقة الصعوبة لأنه هو محتاج خبرة كبيرة جدا علشان يكون ده المشكلة الحقيقة اللي بتقول لحضرتك نقصانة أن المستثمر الأجنبي لما بينزل سوق بيبقى عايز حاجة من اتنين يأما مشروع ناجح بالفعل يشتريه يبدأ يشتغل فيه عنده ميزانية عنده أرباح يبدأ يشتري فيه يأما شريك محلي ناجح يشاركه الدولة ابتدت تفتح المجال بأنها هتطرح أسهم من شركات رابحة تجذب المستثمر الأجنبي لأنه الراجل عايز يجي يشتغل على شركة رابحة جهزة الجانب الآخر اللي نقصنا فعلا هو الشريك المصري الشريك المصري القفء اللي يقدر لما يكون هناك مستثمر أجنبي ينزل مصر يقعد معاه يصق في أنه لما هيشاركه هيكسب أنا ما بقولش مش عندنا موجود ولكن الحجم العدد اللي مطلوب مطلوب أنه يزيد هناك مشروعات بتقوم بها الدولة من خلال مشروع مليون رائد أعمال اللي بتقوم بيه وزارة التخطيط جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنائية الصغر ده إنجاز كويس ولكن أتمنى أن يكون هناك تعزيز أكبر أنا عندي شريعة رواد أعمال خرجت من السوق العقاري مستثمرين كانوا في السوق العقاري لما نسبة الربحة في العقار ما بقتش بنفس النسبة كبيرة زي الأول ابتدوا يخرجوا من السوق مش عارفين يدخلوا إذا ياخد بإيده أدخلوا لقطاع الصناعة أغير له النشاط إن كان خايف إذا كانت الدولة بتقوم بمجمعات صناعية وبسلم مصنع فضية من الممكن أن ننشئ المصنع ونشغله سنة كمان يكسب وبعد كده أقول له تعالى تفضل قعد معي سنة أتعلم وبعد كده استلم المصنع ويمكن هذه الحوافز اللي الدولة بتعملها بشكل عام بفكرة الإعفاء الضريبي اللي بيصل لمدة خمس سنوات أحيانا في بعض المشروعات إجراءات كتير جدا بتقوم بها الدولة لكن برضو هرجع وقول لحضرتك ما كانش ينفح سنتين كورونا توقف إنك تقول لأي شخص أجنبي أو محلي تعالى افتح مصنع مستحيل لأن السوق واقف فترة كورونا دي قدت إلى تراجع استجابة القطاع الخاص لما تقدمه الدولة من حوافز وضمانات الدولة اشتغلت كتير جدا وكان من المفترض أن احنا مع بداية 2020 يكون هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي لكن فضلنا سنتين اللي بقي لي واللي عايز أكده مع حضرتك يعني أفل فنان هي إن احنا فضلنا سنتين متوقفين في كورونا وانطلقنا 9% بعد كده أن احنا النهاردة بين المتأثرين بتدعاية الحرب الأوكرانية لازم نسك في نفسنا أكبر من كده إذا كان البنك الدولي وصق فينا إذا كانت المؤسسات الدولية وصق فينا لازم نسك في نفسنا لازم نسك إذا ما كنتش أنا هصق في اقتصادي وهصق في بلدي هجزي بالأجنبي إذا الأجنبي وصق فيه لازم نكون جاهزين وصقين في نفسنا وعارفين إن احنا بلدنا هتتبني بعرقنا بإذن الله يعني هي فكرة التفاؤل زي ما حاجت بتقول تفاقلوا تفاقلوا بالخير تجدوا مصر أرض الخير مصر مليانة فرص كتير أوي واستثمارات كتير أوي مصر اقتصاد واعد مش بشهادتي ولا بشهادة الخبراء زي دكتور وليد داجاب الله اللي مشرفنا في الستوديو اللي بنشكره على هذا التحليل لكن بشهادة كبرى المؤسسات الدولية بكده خلصت فقرتنا هذه لكن لسه فقراتنا مستمرة في صباح الخير يا مصر أكيد مشاهدين أفاصل قصير ونرجع نستكمل حلقتنا خليكم معنا موسيقى